مع اشتداد وطة العقوبات الأمريكية تسارع إيران لزيادة صادراتها من البتروكيمويات بفتح أسواق جديدة للتعويض عن انخفاض مبيعات النفط وذكرت مصادر مطلعة عن طهران تبيع كميات أكبر من المنتجات البتروكيموية بأقل من أسعار السوق في دول بينها البرازيل والصين والهند منذ أعادة الولايات المتحدة فرطع عقوبات على صادرات إيران النفطية في نوفمبر الماضي